تحياتي يا أصدقائي يعني الكثير من المتابعين والأصدقاء طلبوا مني نحكي عن اللاعبين من أصول سورية يلي إجوا على منتخب سوريا طبعاً بالأرقام والتفاصيل والإحصائيات وخرائط اللعب كل تفصيلة عن هؤلاء اللاعبين طبعاً رح تبدأ اليوم بالحديث عن نجم فريق أليانزا ليما من الدوري البيروفي رح أحكي كل تفاصيل اللاعب كل شي بتحبوه تعرفوا عن هذا اللاعب ما حخلي لا كبيرة ولا صغيرة بالأرقام طبعاً بهيدا الفيديو كتير مهم ومهم التابعه إذن يا حبايب القلب طبعاً بابلو صباغ القادم إلى منتخب سوريا رح أقلكم بالأرقام والتفاصيل كل المعلومات الموجودة عنه يعني أرقام دقيقة جداً جداً لذلك رح أحط الصور على كامل الشاشة مشان أيضاً أنتوا تشوفوا سوية أنا وأنتوا نتابع هيك نكون دقيقين بكل أرقام بابلو صباغ بالأول شيء بابلو صباغ لمنتخب سوريا بانتظار ما سوف يقدمه في بطولة آسيا القادمة طبعاً يا أصدقائي بابلو صباغ عمره 26 سنة وزنه 81 كيلوغرام وأيضاً طوله 1,88 سم وهو مولود بداعش حزيران عام 1977 ببرانكويلة في كولومبيا وهي مدينة كولومبية يعني عريقة في كولومبيا بالنسبة لموسم بابلو صباغ هذا الموسم 2022-2023 لعب بابلو صباغ 27 مباراة مع فريق أليانزا ليما بمعدل 1460 دقيقة سجل عشرة أهداف بمعدل 0.62 وأيضاً صنع هدف وحيد بمعدل 0.06 وتلقى ثمان بطاقات صفراء ولم يتلقى أي بطاقة حمراء إذن هذه إحصائية كتير مهمة بالنسبة لبابلو صباغ أرقامه جميلة جداً في الدوري البيروفي دوري البيرو وفريق أليانزا ليما هو من أهم الأمدية في بيرو في هذه الدولة اللي نحن عم نشوفها يعني هذه الدولة عم تنافس بقوة الأرجنتين والبرازيل منتخباتها دائماً صعبة المنافسة يعني وبالتالي يعني وجود بابلو صباغ واحتكاكه مع المدرسة الأمريكا الجنوبية ومدرسة البيرو شيء كتير مهم وإن شاء الله هذا الشيء بنعكس إيجابياً على منتخب سوريا أيضاً أصدقائي فينا هون نشوف بالنسبة لمركز بابلو صباغ بابلو صباغ بلعب بالمركز رأس حربي وهو مهاجم صريح وأيضاً بلعب على الجهة اليسرى بتسعة وتسعين بالمئة المباريات وهذا الموسم لعب مهاجم صريح وواحد بالمئة يعني خلال المباريات المدرب كان يلاعبوا على الجهة اليسرى هلأ هون نجي طبعاً على أحصائيات أو على تقييمات اللاعب من حيث طبعاً السرعة وتسارع يعني عنده 61% بالنسبة أيضاً للتزديد عنده 64% التمرير 47% الدربلينغ 63% والديفنس وأيضاً 33% بينما ستامينا وهي اللياقة وقوة تحمل 69% بالنسبة لمسيرة بابلو صباغ مع الأندية في أمريكا الجنوبية أيضاً أنا وإياكم كيف انتقل بابلو صباغ والسنوات اللي كان فيها موجود تنقل بين عدد دوريات من الدوري الأرجنتيني إلى الكولومبي ودوري البيرو كما نرى سويةً بموسم 2021-2022 كان بلعب بفريق لا إكويداد في طبعاً كولومبيا ثم انتقل إلى فريق استوديونتس دي لابلاتا الأرجنتيني وهو من أشهر الأندية الموجودة في الأرجنتين بصفقة قدرت ب 650 ألف يورو ثم انتقل من استوديونتس دي لابلاتا إلى نيولز أول بويز على نظام الإعارة بموسم 2021-2022 بنفس الموسم وبنفس الموسم أيضاً بنهايته انتقل من نيولز أول بويز إلى وعاد يعني انتهت نظام الإعارة وعاد لفريق لا إكويداد الكولومبي بموسم 2022-2023 انتقل انتقال نهائي بابلو صباغ من فريق لا إكويداد الكولومبي إلى أليانزا ليما وانتهت إعارته مع هذا الفريق بشكل نهائي هذا الموسم وتم تجديد تعاقده حتى موسم 2024 طبعاً أصدقاء أيضاً سنرى سوياً أنه إياكم بهذه الأحصائية أحصائية لاعب خلال المواسم السابقة من حيث التمرير وتسجيل الأهداف طبعاً خلال هذا الموسم لاعب 27 مباراة في محكينة وسجل 10 أهداف بالكارير يعني خلال مسيرته كلها الاحترافية بابلو صباغ لعب 161 مباراة سجل 42 هدف وهي يعني مسيرة جيدة للاعب محترف بالدوريات في أمريكا الجنوبية أيضاً أصدقائي وحبايا بقلبي هنشوف أيضاً الخريطة الحرارية وهي كتير مهمة لتواجد اللاعب أثناء المباراة وين كان متواجد وين بيتمركز وكيف بينتشر على أرضية الملعب طبعاً بابلو صباغ هي أول شي طبعاً يعني هيك لمحة سريعة عنه اللي حتيناها لبابلو هي طبعاً التصاعد المستوى بابلو صباغ وخلال المباريات وكيف انتقل وكيف كانت مواسمه مع الفرق في أمريكا الجنوبية وهون خريطة الحرارية شوف تمركز بابلو صباغ بخلال النصف الثاني من الملعب يعني الخطة الهجومية التي يكون وجود فيها عم نشوف يعني فيه نقاط حمراء وهي نقاط حمراء يعني المراكز أو الأماكن بيتواجد فيها بكثرة هذا المهاجم داخل المنطقة بالمنتصف على اليسار شوي لكن أيضاً على اليمين نشوف وراء المهاجم بيكون هو عم يستلم الكرة أيضاً هذا شي كتير مهم يعني من خلال الخريطة الحرارية نشوف أن بابلو صباغ لاعب ليس فقط لاعب صندوق وإنما لاعب قادر على رجوع إلى الخلف والسلام الكرات لطبعاً ربما الهجمات المرتدة ربما لبناء اللعب وصناعة الفارغ طبعاً يا أصدقائي هاي المعلومات الدقيقة مية بالمية عن بابلو صباغ كل ما ممكن تعرفوه عن بابلو صباغ حكيته بهذا الفيديو وبالنهاية أكيد نحن كسوريين نتمنى التوفيق لبابلو مع منتخب سوريا وجوده بهذا المنتخب أكيد سيشكل إضافة إذا كانت الأجواء مثالية لتقديم مستويات جيدة أنا يعني حكيت بما فيه الكفاية عن موضوع عمر السومة والمواضيع اللي هلأ منتشرة أكيد وتصريحات عمر السومة اللي صارت اليوم و لكن أنا شوي بدي أتعد عنه بنصير يعني شوي شوي هيك نفوت نعطيكم معلومات أكتر وشي نستفيد منه يعني نحنا بالنهاية يعني كأس آسيا على الأبواب يعني بالنهاية منتخب سوريا حيلعاب مما كان موجود حيلعاب وحنشجهه وبالتالي هي أرقام كتير مهمة عن بابلو صباغ طب أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو أصدقائي وهمشي لا تنسوني من تعليقاتكم ودعمكم يلي معنوا مشترك بالقناة تشترك لحتى أيضا اتواصل أو أنا وياكم بشكل أكتر وأبحث عن كل المعلومات اللي بيتفيدكم من خلال الأرقام والأحصائيات